بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة نتكلم فيها عن صورة من صور القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه وتعالى في مستهل هذه الصورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ويهديك صراطا مستقيما هذه الصورة الكريمة هي من أفضل صور القرآن وقد ورد في سبب نزولها أن الصحابة الكرام ذهبوا ليعتمروا ووقفوا في مكان يسمى الحديبية وأرسلوا إلى أهل مكة ليقبلوا أن يدخلوا معتمرين فرفضوا ذلك وأرسلوا سفيرا منهم يعقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدنة عرفت بعد ذلك بصلح الحديبية وفي هذه الهدنة وهذا الصلح دروس وعبر من أهمها أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف يقول لرسول الله ألسنا على الحق فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلى أليسوا على الباطل فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلى فيقول سيدنا عمر فلم نعطى الدنية هذه الشروط التي وضعت في الصلح إنما هي شروط مجحفة لما نقبلها فيسكت صلى الله عليه وآله وسلم للمرة الأولى والثانية والثالثة حتى يرى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أكثر على رسول الله قال فتقدمت وسبقت الجيش وخشيت أن ينزل الله في شأني قرآنا فما كان أن انقضى الليل ودعا بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي لقد أنزلت علي الليلة صورة لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها هذه الصورة الكريمة كانت محببة إلى قلب سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من الدنيا وما فيها أحب إليه من كل شيء على وجه هذه الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كان هذا الصلح ربما في ظاهره شروط قاسية على المسلمين لكنه في المآل كان مفيدا للمسلمين فهو الذي جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكان هذا الفتح هو مقدمة لفتح مكة وهو مقدمة لفتح قيبر بعد ذلك ولذلك المفسرون جمهور المفسرين على أن المراد بالفتح في هذه الصورة هو صلح الحديبية ويقولون أن كل ما جاء بعده من فتوح إنما كانت ثمرت هذا الصلح وثمرت هذا العمل الصالح الذي جاد الله سبحانه وتعالى فيه على عباده وأثنى على صحابة رسول الله حين قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هذا الفتح القريب هو فتح مكة أو هو فتح خيبر وكانت هذه الصورة الكريمة أحب الصور إلى الله سبحانه وتعالى وأحب الصور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدرس المستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي العطية في المنع ففي إعطائه عطاء وفي منعه عطاء هذا الابتلاء وهذه الشدة التي تعرض لها الصحابة في هذا اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل على زوجته السيدة أم سلمة هلك الناس أمرتهم أن يحلقوا تحللا من إحرامهم فأبوا فقالت له السيدة أم سلمة بمشورة المرأة الحكيمة قالت يا رسول الله اخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا ولكن احلق رأسك واذبح هديك وسيسيرون خلفك قال راوي الحديث فجعل بعض الصحابة يحلقوا لبعضهم كأنهم يقتلون بعضهم بعضا هذه المحنة وهذه الطامة الكبرى التي تعرضوا لها كانت في ظاهرها محنة لكنها في الحقيقة منحة وهكذا كل ابتلاء يمكن للإنسان أن يحوله من كونه محنة وشدة لكونه منحة وعطاء من الله سبحانه وتعالى إن فهم عن الله الغرض منه وإن عمل لرفعته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته